هل هناك من المغاربة الآن يعرف كم وصل عدد ضحايا فيروس الانفلونز الخنازير الـ H1N1 الذي أودى بحياة عدد من المواطنين طبعا لا أحد يعرف الحصيل بالتدقيق والسبب لأنه بين عشية وضحها لم يعود أحد من المغاربة يتحدث عن الخطر الوبائي الذي قيل أنه يهدد حياتهم والمتمثل في فيروس الـ H1N1 المعروف بانفلونز الخنازير وأصبح الكل يتحدث عن مواطن اشتهر بعبارة الـ H1N1 المنابر الإعلامية وبعدما كانها مهاطلة الأيام الماضية هو الوصول إلى آخر مستجدات الفيروس الذي أودى بحياة عدد من المواطنين المغاربة ومتابعة الاستراتيجية الحكومية لمواجهة هذا الوباء وتقف خطاه وإحصاء عدد ضحايا أصبح اليوم تتنافس وتتصابق على نقل مدى أكل صاحب العبارة المذكورة وكيف هو لون أعين زوجاته المستقبلية وسرد قصتهم الغرامية بل وصنعوا منها قصة غرامية شبيهة بالقصص الهوليودي الأسطورية الأمر لا يقتصر على المنابر الإعلامية فقد راكب على موجة البوز والضجاة التي خلقت وصنعت لصاحب العبارة المذكورة مشاهير ونجوم ومنهم من أعلن عزمه تنظيم حفل زفاف بالمجان وآخر أهداه وخطيبته الذهب والألماز فيما تعهدت أخرى بإحضار الميدا والعمارية ودقيقية احتفاء بصاحب الإنجاز العظيم الذي خلص المغاربة من فيروس خطير كان يهدد حياتهم ببحث قصير على الأنترنت نجد أن صاحب العبارة السحرية الذي قضت على الخطر الوبائي الذي هدد المغاربة خاصة في النقاش العمومي هو مواطن موهوب من أبناء الشعب الذين يعيشون على هامش المركز وعاشق لفن الكوميديا وسبق له أن ظهر في مناسبات أخرى بتصريحات مشابهة حاول من خلالها خلق البوز والحصول على فرصة للظهور وهذا حقه طبعا ولا يمكن أن يلامع عليه لكن ظهوره الأخير والذي لم يكن صدفة كما يقال جاء في وقت كان فيه النقاش حول تهديد إنفلوانز الخنازير لحياة المواطنين قد اشتد وحصيلة الضحايا ترتفع ما جعل من مصلحة البعض تحويل الأنظار عن ما يهدد حياة المغاربة من أخطار لعدم قدرتهم على مواجهة المرض وطمأنة المواطنين فتم إخراج الفكه من الزنق لشبكات التواصل الاجتماعي والنفخ فيه وفي تصريحه البليغ والعجيب حتى نسي الناس أعراض ومخلفات الوباء لينشغلوا بالتهكم والسخرية من مختارع مغربة اسم الوباء في وقت عجزت فيه وزارة الصحة عن توفير الدواء صاحب العبارة السحرية له محاولات عدة لصنع نجومية كوميدية من خلال خراجات فشل في جلها لأسباب مختلفة قبل أن يظهر من جديد ليلفت إليه الأنظار أو ليحاولها لاتجاه آخر ولم يكن صاحب العبارة السحرية أول من استعمل في تجربة تموهية حيث سبق لذلك الفقه الطائر والذي أترت قصته بالموازات مع فاجعة احتراق حافلة للنقل كانت تقل تلاميذ احترق منهم 11 الميدا وقصة حمارة سيد قاسم التي قيل إنها كانت سببا في إصابة عدد من الشباب بالسعار بعد ممارستهم الجنس عليها رغم أن العلم والطب يؤكد أن السعار لا ينتقل بالعلاقات الجنسية حيث تم تفجير قصتها بالتزام مع الإعلان عن وفاة أحد نشاطاء الاحتجاجات بالحسيمة نتيجة إصابته في إحدى التظاهرات فإلى متى سيظل شعب النسيان عرضة للتمويه من طرف أي كان قبل ما تخرجوا لا تنسوا تابنوا في لعشان يوتيوب وبرتجوا الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوا تديروا جميع